وكذلك من الخرطوم عبر السكايبيم محمد محي الدين الكاتب والمحلل السياسي ونبدأ مع الخرطوم أولا أستاذ محي الدين هل المبررات التي ساقها رئيس المجلس العسكري الانتقالي فيما تعلق بأحداث الأبيض وقتل التلاميذ الطلاب الأبرياء هل هي مقبولة؟ طبعا لم يتحدث عن مبررات بقدر ما انتقد وأدان هذا العمل ولكنه تلصل من المسؤولية وهو رئيس المجلس عسكري انتقالي لا شخص يستطيع أن يبرر القرارة في ولاية شمال كردفان وهناك حاكم للولاية وهناك أجهزة تتولى هذا الأمر هذا لا يعطيه من المسؤولية بحسبان أنه الرئيس الذي يدير البلاد ولكن المسؤولية تنتقل على مستويات مختلفة فهي مسؤولية من قاموا بهذا العمل ومسؤولية للحكومة هناك ومسؤولية الأجهزة الأمنية قوات الدعم السريع رئيسها هو حمدتي الوالي هو أيضا تحت إمرة رئيس المجلس العسكري فلماذا لا يتخذ أي إجراء لم يتخذ حتى الآن أي إجراء بحقهما؟ طبعا المبدأ الأساسي لتحقيق العدالة هو تحديد مستوى مسؤولية كل شخص عن الفعل أو الامتناع عن الفعل بالتالي الحديث عن تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الأمر هي من تحدد من قصر ومن أمر ومن فعل هذه الأشياء ثم بعد ذلك يتم تحديد هذه المسؤولية بشكل دقيق ويتم معاقبة المسؤولين عنها أنا أعتقد أن هذا الأمر تكرر كثيرا يحتاج إلى معالجة لكن هناك أوضاع استثنائية في البلاد نحن نعلم أن المتظاهرين والمحتجين وقوى الفرج وتغير مارست ضغطا كبيرا على أجهزة الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات ما أدى لانتحابها من المشهد وفي ظل ظروف أمنية معقدة تمت الاستعانة بهذه القوات لتوفير تأمين للمرافق الاستراتيجية كجزء من توزيع المهام بين الأجهزة الأمنية في البلاد من الذي استدعى هذه القوات برأيك؟ من الذي قال لهذه القوات أطلق الرصاص على التلاميذ على الطلبة المدارس؟ طبعا لا أستطيع أن أمتلك إجابة قاطعة في هذا الأمر لكن الذي أقول أن هذه القوات لم تخرج للتصدي للمظاهرات هذا أيضا يجب أن يكون واضحا هذه القوات كانت تؤمن مرافق استراتيجية في المدينة وعندما تم استهداف هذه المرافق واستهداف الجنود الذين هم في هذه المواقع وقد رأينا أمثلة مشابهة في بعض الولايات الأخرى عندما تم مهاجمة هذه القوات ومحاولة سلبها الأسلحة والسيطرة على السيارات بالتالي رد الفعل ربما كان لحظيا قائما على إحساس الجنود بالخطر هذا لا يبرئهم من المسؤولية ولكن توصيف الأمور بالشكل الدقيق يساعد في معرفة إن كان هذا الفعل فعلا مقصودا أو وراءه جهة أو وراءه فكرة محددة لقتل المواطنين لا أعتقد أن أحدا يمتلك الجراءة ليصدر أمرا بقتل الطلاب ولكن الأفعال وردود الأفعال تحدد طريقة الاستجابة الذي أقوله أننا نحتاج لتطبيع الأوضاع في البلاد بحيث تعود الأجهزة الأمنية المنوط بها توفير الحماية للتظاهرات السلمية وفض الشغب لتقوم بدورها وفق الإجراءات والبروتوكولات المعروفة في هذا الشأن أرجو أن تبقى معنا سيد محسي الدين أرجو أن تبقى معنا ونتابع في نفس الملف مع الأستاذ محمد المكي أحمد تقييمكم أستاذ المكي أحمد عن مدى مسؤولية جميع الأطراف عن ما يجري اليوم في السودان أستاذ الدهار أولا أسمحي لي أن أترحم على أرواح الشهداء وأعزي أسر الشهداء في الوبيد وأعزي عموم أهلنا في كردفان أيضا أسمحي لي أن أحيي قناة الجزيرة التي تقوم الآن بعمل مهني يحظى باحترامنا لأنها تغطي الشأن السوداني ولا تتهرب من تغطية المآسي والآلام والأوجاع التي يواجهها شعبنا في هذه المرحلة الصعبة فيما يتعلق بما جرى في الوبيد هو من دون أدنى شك يشكل مجزرة كبرى بكل المقاييس هي مجزرة بشعة لأنها استهدفت أطفالا طلابا خرجوا إلى الشوارع ليمارسوا حقا طبيعيا بالاحتجاج على أوضاعهم أوضاع المواصلات أوضاع معيشية عندما أصلا خرج الشارع السوداني وفجر ثورته في ديسمبر كانت هي ثورة من أجل العيش الكريم والعيش الكريم لا يستثني الخبز لا يستثني حريات الخروج تحملون من المسؤول المجلس العسكري هو المسؤول الأول والأخير عن هذه المجزرة لأنه هو الحاكم الفعلي للبلاد الآن مهما حاول المجلس العسكري أن يصدر من بيانات أو من أقوال أو من تصريحات فهي لن تحفيه على الإطلاق مسألة تكوين لجنة لتقص الحقائق هذه لا تقدم ولا تؤخر حاكم كدفان لكن قوة الحرية وتغيير واسمحي أستاذ محمد تعتبر المجلس العسكري اليوم شريكا سياسيا لها في هذه المرحلة يعني ما مدى التناقض في هذا الموقف عندما تحملونها اليوم المسؤولية عما يجري من أحداث في السودان نحمله أيضا نحمله بأفعاله عندما يرتكب أي تجرائم عندما تتم أي تجرائم وهو الحاكم الفعلي ندين المجلس العسكري ونحمله المسؤولية فيما يتعلق بالشراكة المجلس العسكري عندما ثار الشارع السوداني واحتصم بالملايين أمام القيادة العامة القوات المسلحة أعلن أن القوات المسلحة السودانية قد انحازت إلى الشعب السوداني عندما واصل الشعب السوداني حراكه لليوم التالي وتسلم البرهام بعد ذلك قيادة البلاد قال أنه انحاز إلى الشعب السوداني عندما أعلن انحيازه إلى الشعب السوداني كان طبيعيا أن نتحاور معه وأن نتفاوض معه وأن نتكلم معه حول كيفيات انتقال السلطة إلى المدنيين الآن الكلام يتم حول انتقال السلطة للمدنيين لا يتم حوار ودي أو حوار لتبادل النكات أو حوار لتبادل الأفكار هو حوار من أجل الانتقال إلى سلطة مدنية ولذلك فالحوار هو مبرر لكن عندما يرتكب المجلس العسكري أو عندما تتم أي تجريمة وهو الحاكم هو الآن المجلس العسكري متهم بكل المقاييس لأنه هو الحاكم الفعلي للبلاد التفاوض أو الحوار هل مازال واقعيا في ظل هذه الأحداث الآن الخيار المتاح هو أن يستكمل الجانبان عملية تسليم السلطة للمدنيين نحن رغم الجراح ورغم المواجع ورغم الآلام الشديدة نريد انتقالا سلسا للسلطة لا نريد المزيد من سفك الدماء نريد ان يسلم المجلس العسكري السلطة لحكومة مدنية تسليم السلطة لحكومة مدنية هو الحاجز وهو المانع الوحيد الذي يمكن ان يحول دون اراقة المزيد من الدماء ولذلك حسب معلوماتي الوفد قوة اعلان الحرية والتغيير الذي زار الوبيض وزار ايضا اسر الشهداء والمصابين وعدد الشهداء خمسة والجرحة ستين وهناك اربعة عشر جريحا واحد الاشخاص ضرب طلقتين في بطنه الان هذا الوفد الان تحرك من الابيد في طريقه الى الخرطوم حسب معلوماتي اذا صحت المعلومة هناك جلسة للتفاوض غدا هذه الجلسة سواء كانت غدا او بعد قد او اجلت لاي وقت اخر لا تقبل اي نوع من التسويف او المواطلات على المجلس العسكري ان يسارع بتسليم السلطة للمدنيين اليوم الفريغ البرهان رئيس المجلس العسكري عندما ادان المجزرة وسماها بالجريمة تحدث عن نقاط عدة وتحدث ايضا عن الشباب وان هذا الشباب يريد دولة عادلة ويريد ايضا دولة مطمئنة وعلينا الاسراع عليه ان نسرع اليوم قبل الغد اذا اراد ان يحفظ دماء السودانيين ويحون دون اراغة الدماء شكرا لك من لندن الكاتب الصحفي محمد المكي احمد عضو التجمع البهانيين السودانيين شكرا ايضا لدولة